اجتمع وزراء اللجنة العربية المعنية بالقدس إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية مع وزير الخارجية الفرنسي في بروكسل اليوم لبحث إحياء عملية السلام اللقاء شدد على دعم الاتحاد الأوروبي السياسي والاقتصادي والإنساني للسلطة الفلسطينية ومساندته مبادرات إحياء عملية السلام وزراء اللجنة العربية سيجتمعون أيضا في بروكسل بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث إمكانية إحياء عملية السلام وضمانات استمرار الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية ومساندة المبادرات المقبولة عربيا ودوليا للمفاوضات وتبعات قرار إدارة ترامب بشأن القدس وسيقترح الفلسطينيون خلال الاجتماعات سبل التعامل مع تطورات القرار الأمريكي وإيجاد ألية عملية لحماية عملية السلام لملاقشة هذا الموضوع أرحب بضيفينا معنا من رامالله مدير مركز المسار للدراسات نهاد أبو غوش ومعنا من القدس الباحث السياسي شلومو جانور وذكركم مشاهدين أن بإمكانكم أيضا المشاركة معنا بإرسال الأسئلة والاستفسارات إلى موقعين تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفي أستاذ نهاد مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار نتحدث عن هذه التحركات العربية الآن إضافة إلى التحركات الفلسطينية الأخيرة تابعنا الرئيس أبو مازن في مجلس الأمن قبل فترة وجيزة وكل هذه التحركات التي تبعت إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل إلى أين تسير كل هذه التحركات برأيك وهل بالفعل يمكن أن تؤثر على مجريات الأمور بشكل من الأشكال وأن تعيد عملية السلام إلى مسار طبيعي إلى مسار مقبول مبني على أو قائم على المرجعيات الدولية المعروفة مساء الخير الهدف الفلسطيني من هذا الحراك والعربي طبعا الداعم للموقف الفلسطيني واضح وهو إعادة بناء عملية السلام على أسس جديدة تقوم على رعاية دولية سواء من خلال لجنة الربعية الدولية أو الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن واستناد أي عملية سياسية مقبلة على قرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة بشكل خاص بديلا للرعاية الأمريكية الأحادية لا شك أن أي حديث بهذا الاتجاه يلحظ الدور المركزي والمهم لأوروبا كثقل سياسي وسكاني واقتصادي مهم وأيضا لاهتمام أوروبا المعروف بما يجري في الشرق الأوسط لقربها ولا شك أن الكل يعرف أيضا أن أزمات الشرق الأوسط تنعكس دائما على أوروبا وكل ما يجري في الشرق الأوسط من استمرار للصراع والانتهاكات الإسرائيلية اليومية وخرق إسرائيل القانون الدولي هذا يؤثر على أوروبا في المدى القريب للأسف الشديد أوروبا حتى الآن كان دورها مجرد مراقب وداعم مالي كانت تقبل بالوقوف المتفرجة على الرعاية الأمريكية الأحادية وتكتفي بالدعم المالي للسلطة الفلسطينية دون أن تضع ثقلها لموازنة الانفراد الأمريكي بعملية السياسة طبعا هذا الأمر أعتقد أن الجهد الدولي الآن العربي الفلسطيني يتركز بهذا الاتجاه نحو أن تأخذ أوروبا دورا متزايدا في هذه العملية ولكن نلاحظ أيضا وجود فجوة بين المواقف الشعبية والبرلمانية الأوروبية بشكل عام على امتداد القارة الأوروبية البرلمانات كلها اعترفت رمزيا بدولة فلسطيني بينما الحكومات مازالت مترددة ومازالت أكثر ارتباطا بالموقف الإدارة الأمريكية نحن كفلسطينيين وعرب معنيون أيضا بتقصير أو تقليص الفجوة بين المواقف الشعبية التي نراها ونلحظها ونتفاعل معها يوميا في أوروبا حتى من خلال جالياتنا الفلسطينية والعربية وبين المواقف الرسمية التي ما زالت متحفظة حذرة وأحيانا تراقب ما يجري وتكتفي بدور الداعم المالي هذا الأمر هناك طبعا بعض الاستثناءات كموقف دولة السويد وبعض المبادرات من قبل أطراف مهمة كفرنسا وإسبانيا لكن ما زال الموقف الأوروبي حتى الآن دون المطلوب من حيث الانخراط في أي عملية سياسية وهناك حتى البعض يعني يكاد يكون موقفه مرتبط بالموقف الأمريكي طبعا هنا أنا أتحدث عن هيئتين لأوروبا الاتحاد الأوروبي بدوله السبع والعشرين ومجلس أوروبا الأوسع بالسرعة واربين دولة بما فيها روسيا التي أيضا لها دور مركزي ومهم في هذه العملية طيب سيد جانور مساء الخير مرحبا بك معنا أيضا ما رأيك هذه المساعي التي تحاول إيجاد أسس جديدة لعملية سلام بشكل مختلف هذه المرة رعاية دولية وليس انفراد واحتكار للولايات المتحدة دور مركزي لأوروبا دور مهم ربما لروسيا إلى أي مدى هذه المسائل أولا تثير القلق في إسرائيل وإلى أي مدى هناك مخاوف من أن تنجح بالفعل هذه المساعي في كسر الاحتكار الأمريكي للعملية السلمية كما عرفناها في الصابق سيدي كل ما نشهده من الجانب الفلسطيني حتى الآن هو بمحاولة لجرب حظك أي تدويل البحث عن أدوار وأفعال ودول لم تشارك خلال السبعين سنة الماضية بأي عملية سلمية وهذا يندرج في إطار الإستراتيجية للرئيس عباس وهي تدويل القضية من جهة وفرض الإملاءات على إسرائيل وهذا طبعا أمر غير مقبول على إسرائيل في حين أنها تسر على موقفها وهو الداعي إلى مفاوضات مباشرة بدون شروط مسبقة وأيضا شيء ربما يتجاهل الجانب الفلسطيني كونه أن المسافة بين الكتس وبين رمالة لا تزيد عن 15 دقيقة في حين أن الجانب الفلسطيني يتجول في جميع أنحاء العالم بحثا عن وسيط الرئيس الأبريكي أوضح بس هي ليس مسألة مسافة أستاذ غينور وأنت تعلم جيدا هذه المسألة هي ليست مجرد مسافة جغرافية فقط ربع ساعة من تل أبيب إلى رمالة أو شيء من هذا القبيل المسألة أبعد من ذلك بكثير اليوم هناك قناعة على نطاق واسع في العالم العربي ولدك الكثير من الدول بأن إسرائيل لم تعد راغبة ولا تريد حل الدولتين وهذا ينصف أي أساس لعملية السلام المسألة ليست أنه ربع ساعة من رمالة إلى تل أبيب أو شيء من هذا القبيل بين الكدس وبين رمالة هذا هو التوكيد الزات ولكن إذا نعود إلى جور الموضوع إسرائيل عند موقفها مفاوضات مباشرة لذلك الوسيط الوحيد المقبول لدى إسرائيل وأيضا الذي قام حتى الآن بعمليات الوساطة هي الإدارة الأمريكية على مختلف الولايات المختلفة والرؤساء المختلفين ورئيس طامب في آخر الأكواء مع رئيس عباس أوضح له بأنه يرفض إشراك أي وسيط آخر يكون بلعب أي دور في موضوع حل السرع لذلك هذا الموقف أيضا يتطابق مع رؤية الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة عبر التاريخ أثبتت بأنها هي الوسيط الوحيد بين إسرائيل وبين الدول العربية المختلفة منذ حرب الثلاثة وسبعين التي قامت بصورة بالتوسط بالرغم من أنف إسرائيل وبالرغم من الحلول التي طرحتها الإدارات الأمريكية ولكن الولايات المتحدة أثبتت بأنها هي الوحيدة التي بإمكانها الجسر على مواقف الأطراف من جهة وأيضا الجانب الوحيد أو الطرف الوحيد الذي ممكن أن يؤثر على المواقف الإسرائيلي ولذلك لا أرى بأنه ستكون أي جدوى لإشراك الأوروبا أو فرنسا أو أي جهة أخرى ولذلك يجب الاعتماد على الإدارة الأمريكية زد على ذلك بأن المندوبة الأمريكية في الأسبوع الماضي أوضحت بأنه عندما ستتقدم العملية السياسية السلبية ممكن ستاقذ الإدارة الأمريكية بعين الاعتبار إشراك أطراف أخرى ولكن الانطلاق الأولى يجب أن تبدأ بموافقة فلسطينية طيب الصورة واضحة سيد جانور دانيلا نعطي مجال للأستاذ نهاد للرد على بعض هذه النقاط إذا سمحت لي أستاذ نهاد ما رأي لكن عدة نقاط أثرها سيد جانور أولا أنه الفلسطينيين ماشيين على سياسة جرب حظك يعني كما قال البحث عن أطراف لم تشارك في أي فترة من الفترات في العملية السلمية والمسعى الفلسطيني يهدف كما قال إلى تدويل القضية وفرض إملاءات على إسرائيل كما قال واشنطن هي الطرف الوحيد الذي أثمت تاريخيا أنه قادر على لعب دور الوساطة وبالتالي أي طرف آخر لن يكون لديه هذه القدرة تعليق على هذه النقاط سيد نهاد يعني بعجالة سيد جانور تحدث عن أشياء كثيرة الفلسطينيون معنيون بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية هذا مبدأ مهم تتجاهل إسرائيل وتحاول أن تحل محله شريعة الغاب وسياسة فرض الإملاءات وسياسة الأمر الواقع والتحدث مع الفلسطينيين من خلال فوهة البندقية والاعتقالات والعقوبات الاقتصادية وما إلى ذلك الإدارة الأمريكية هي نفسها أخرجت نفسها من رعاية عمل السلام حين انحازت بهذا الشكل الفض والسافر إلى العدوان والاحتلال الإسرائيلي واصطفت إلى جانب العدوان حين يقول الرئيس ترامب أن موضوع القدس قد شطب هكذا بجرد قلم شطب موضوع القدس متناسيا ومتجاهلا وربما لا يعرف حساسية هذا الأمر لمليارات المؤمنين على امتداد الأرض في كل العالم مسلمين ومسيحيين وكل أتباع الديانات كم هذا الموضوع ذو حساسية فيتجاهلوا ويشطبوا ويقول هذا الشأن حسن لأن القدس هي عاصمة الشعب اليهودي هكذا قال الرئيس ترامب والصهاين الذين يشاركونه في إدارة البيت الأبيض أما ما تحدث به جانور عن أن أوروبا ليست معنية هذا الحكي مغالط للتاريخ والحقائق إسرائيل نفسها هي صنيعة الاستعمار البريطاني ووعد بالفور وبريطانيا وحتى فرنسا ساهمت في بناء سلاح الجو الإسرائيلي وتسليح إسرائيل بالقوة النووية وشاركتها في العدوان الثلاثي وإسرائيل تقدم نفسها على أنها جزء من أوروبا الغربية في كل المحافل الدولية وحتى ثقافيا وفنيا ورياضيا وفي كل شيء فإسرائيل تريد من أوروبا أن تكتفي بدور المتفرج بينما أوروبا أعتقد أن الكذبة التاريخية بأن الإسرائيليين هم ضحايا نازية هذه لم تعد تنطل على أحد الآن أوروبا ترى بأم العين أن إسرائيل تحطم القانون الدولي تتعامل وفق شريعة الغاب تنتهك الاتفاقيات الدولية وما يجري في الشرق الأوسط وفي فلسطين قد يشكل سابقة خطيرة هذا يرعب أوروبا ويخيفها إذا لجأت كل دولة في العالم إلى فرض إرادتها ومصالحها بالقوة العسكرية إذن هذا يعطي الشرعية لكل دولة قوية بالعالم على امتداد العالم أتحدث حتى في أوروبا أوروبا أيضا لها مشاكلها إذا لجأ كل قوي لخرق القانون الدولي وفرض إملاءاته على جيرانه الصغار والضعاف هذا الأمر يرعب أوروبا ويخيفها ويهدد العالم بأنه سينتقل من عصر القانون الدولي والشرعية الدولية إلى عصر القوة وشريعة الغاب الفلسطينيون لن يقبلوا بصيغة سياسية يفرضها ترامب ونتنياهو بأن يشطب موضوع القدس ويشطب موضوع اللاجئين ويكرس الاستيطان وتحسم الحدود ويكون مستقبلهم مرهونا بأن يكونوا تحت احتلال مؤبد ثم يأتوا صاغرين وطائعين إلى المفاوضات ليسلموا بمصيرهم بأنه ليس لهم حقوق وطنية هذا أمر لن يقبله لا الرئيس محمود عباس ولا أي خليفة قادم ولا أي فلسطيني هذا أمر من سابع المستحيلات مئة عام والصراع مشتعل وإسرائيل تستثمر بمزيد من الحروب والعدوان والكراهية وإجراءاتها اليوم يعني بالأمس مثلا نحن تابعنا وكل العالم سمع كيف أن كنيسة القيامة تغلق للمرة الأولى منذ مئات السنين لأن إسرائيل تتمادى حتى على أقدس الأماكن المسيحية بالعالم وتريد أن تفرض عليها ضرائب ومقوس وما إلى ذلك وتريد تشجيع الجمعيات الاستيطانية على الاستلاع على الأراضي الوقفية المسيحية في القسوة في فلسطين أي انتهاك فض هذا للوضع التاريخي القائم الذي ليس فقط وضع تاريخي بل تحميه معاهدات دولية مثل معاهدة برلين ومعاهدة باريس والاتفاق الذي وقعه الفاتيكان مع حكومة إسرائيل عند قيامها عام 48 إسرائيل تضرب بكل ذلك بعرض الحائط وتريد أن تلجأ فقط لشرعية وحيدة هي شرعية القوة والغطرسة المحمية منها الرعاية الأمريكية والإنحياز الأمريكي الأعمى لهذا العدوان هذا أمر لا يمكن أن يستقيم ممكن أن للأسف هذا يعني يعمي أنظار الإسرائيليين حين يرون رئيسا كالرئيس ترامب هذا يدفعهم إلى أن القوة والغطرسة تعمي بصيرتهم عن رؤية الحقائق وما يمكن أن يخلفه ذلك من أسباب لمزيد من سفك الدماء والكراهية والعدوان والحروب المستمرة إلى أبد طويل طيب سيد جانور مسألة أن واشنطن أخرجت نفسها من عملية السلام بإعلان ترامب بقرار ترامب أن القدس عاصمة لإسرائيل هذا يعني سحب مسألة دور الوسيط من واشنطن حتى حلفاء واشنطن المقربين يعني رفضوا هذه المسألة بالمناسبة كنت أقرأ بعض الأخبار على وكالات الأنباء قبل قليل الحزب المحافظ في كندا الحزب المعارض لرئيس الوزراء جاستين ترودو قال أنه سيعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل في حال فوزه في اتخابات عام 2019 طبعا هذا موقف حتى الحزب المحافظ عندما حكم في كندا لم يتبنى هذا الموقف لكن يبدو أن خطوة ترامب شجعت البعض على المضي خاصة الأحزاب المحافظة اليمينية على اتخاذ مثل هذه المواقف مسألة أنه دور الوسيط سيد جانور بما أنه الرئيس ترامب أعلن أن القدس عاصمة لإسرائيل وسحب هذه المسألة عن طاولة المفاوضات هذا تلقائيا أوتوماتيكيا أفقد واشنطن دور الوسيط النزيح في أي عملية قادمة وبالتالي لا يمكن لواشنطن التي وضعت نفسها طرفا في هذا الصراع باتخاذها هذا الموقف أن تلعب دور الوسيط كما لعبته في الماضي في المفاوضات السابقة سواء في كامب ديفيد أو في واي ريفر أو في غيرها من المفاوضات ما رأيك في ذلك؟ أعتقد أن نصبك الأمور ونتخيل أشياء لم تحدث بعد الإدارة الأمريكية لم تكمل سياغة المشروع أو صفقة الكورنة التي تعهد رئيس ترمب بطرحها وربما سيعرض مبادئ أو ملامح هذا المشروع على رئيس الوزراء نيتانياو في الأسبوع القادم لدى القائمة في واشنطن في يوم الاثنين القادم ربما هذه الملامة بجزء على ذلك لا أحد يعرف ماذا يتضمن المشروع الأمريكي ومتى سيطرح هل يعقل بأن الإدارة الأمريكية تقول بأن موضوع الكدس غير وارد في الحزبان في حين أنها تركت موضوع الكدس حدودية والسيادة عليها للطرفين للطرف الإسرائيلي والطرف الفلسطيني أن يحددها الحدود وأيضا يحددها السيادة وأين تقع هذه السيادة بس هذا تفسير إلى حض ما غامض سيد جانور عندما تقول أن وضع الحدود والسيادة للتفاوض لماذا أعلنها عاصمة الإسرائيل إذن ليترك الموضوع كله للتفاوض ما هي أصلا من قضايا الوضع النهائي أصلا سيدي إذا نعود ونمحص فحوى التصريح لترامب في السادس من كنون الثاني الماضي نرى بأنه يعترف بالأمر الواقع أي هناك وضع قائم طيب مما المستوطرات أصبحت أمر واقع اليوم فيعترف فيها بأنها شرعية يعني خليني أعطي مجال للأستاذ نهاد للرد على هذه النقطة تحديدا مسألة صفقة القرن أستاذ نهاد لا دعينا أكمل هل نحن نعرف بأن موضوع الكدس سوف لا يكون داخل الموضوع داخل المشروع أعتقد بأن كإسرائيلي كمواطن في مدينة الكدس أقول بأننا أتقلق من هذا الموضوع لأنه عندما سيطرح موضوع الكدس المشروع الأمريكي لا شك أن موضوع الكدس سيكون مطلوعا بين المولودة المختلفة طيب أستاذ نهاد صفقة القرن لماذا لا ينتظر الجانب الفلسطيني تفاصيل صفقة القرن ثم يعلق على الموضوع قد تكون هناك نقاط إيجابية فيها لدينا دقيقة متبقية إذا كان السيد جانور لا يعرف وأنا أشك في ذلك ما هي ملامح صفقة القرن وما هي عناصرها فنحن نعرف وكل السياسيين الإسرائيليين يعرفون والذي يكشف تفاصيل صفقة القرن هو صديق نتنياهو الذي يتكامل في سياساته العدوانية اليومية مع خطة ترامب أو صفقة القرن صفقة القرن تنص بوضوح وهذا نقل للفلسطينيين عبر أكثر من وسيط وليس عبر وسيط واحد ومن خلال الثلاثة الغير البررة الذين يمثلون ترامب في جولاتهم جاريت كوشنر والسفير فريدمان وغرينبلات أن تكون للفلسطينيين عاصمة في ضواحي القدس وأن يكون بقاء الاستطان كما هو وأن تكون سيطرة إسرائيلية كاملة على مناطق غير الأردن وأن تكون دولة فلسطين هي الدولة القومية للشعب الفلسطيني وإسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي بين مزدوجين معروفة صفقة القرن يعني لا داعي لإضاعة الوقت في التكهنات نحن لا نلعب يا نصيب هو قال أن الفلسطينيين جارب حظك هو يريد أن يعرض على الفلسطينيين لعبة يا نصيب يعني بأن ننتظر صفقة القرن واضحة الملامح وضع أسسها ترامب ويستكملها نتنياهو بقرار ضم المستوطنات وقرار ضم القدس ومنع تسليم أي جزء من القدس الفلسطينيين كما أقرض الكنيسة شكرا جزيلا لك الأستاذ نهاد أبو غوث مدير مركز المسار للدراسات كان معنا من رمالة وشكرا لسيد شلومو جانور الكاتب والباحث السياسي كان معنا من القدس شكرا لكم